السلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني النهاردة هنعمل صابون سايل فعلا نظافة و ريحة وتوفير زي ما احنا شايفين كده المنظر بجد روع يا جماعة والصابون جميل جدا النهاردة و زي ما تعودتم اي وصفة عوزينها اكتبوه لي عنها في التعليقات اي حاجة سبغات شعر ريفيو لأحلى المركات اكلات حلويات معجنات سلايم و كمان عندنا سؤال ان شاء الله في كل حلقة تابعوني النهاردة فيه سؤال للحلقة بنمي بمعلوماتنا و كمان بنفرح جدا لما بنحله و بنحس ان احنا زودنا معلومات قيمة زي ما احنا شايفين كده تقل الصابون يعني الاصر على الطبق باهم بجد جميل اوي الصابون بتاع النهاردة يا جماعة و هسيب رابط كل المنظفات بتاعة القناة ان شاء الله بكل انواع الصابون اللي عملناه في القناة بيخليك تلماعي بالصابون بتاعنا سيراميك بتلماعي كمان بيه الامونيا سلستيم بيكون ممتاز جدا وبعد كده هحط كباية من المية انا بحط حبة حبة من المية عملتي بقى لتر لترين تلاتة خمسة زي ما يجمل معاك كمية ما شاء الله هو بيرمي و بيبقى جميل اوي الصابون لانه بيكون مركز جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده انا بدوب النشا مع الكربوناتو لازم الخطوة دي علشان النشا صعبة في تدويبها شوية ولو انا حطت بقية الاضافات هتكالكها معي و انا مش عايزة اي تكتلات ولا كالكها في الصابون بتاعي انا عايزا زي ما بشتري من بره بالزبط احس بالتوفير و في نفس الوقت احس انه اامن علي كمان فايدة النشا هنا انها بتعادل وبتمتص الالتهاب بتاعي البتاص يعني بتعمل عملية معادلة البتاص مع النشا انا محتاجتش في الوصفة دي جير باثنين جنيه بتاص قشر اللي هو القشر ده زي ما احنا شايفين كده باثنين جنيه بتاص قشر يعني انا مكلفتش هحسبلكو اللي كلفته مكلفتش ستة جنيه في الصابون اللي عملته النهاردة بس حاجة في منطقة الروع بريل اللي بقى فيري سميه زي ما تسميه النهاردة بقى اصفر يبقى فيري زي ما شفنا الجودة بتاعته في اول الفيديو روعة حطيت معلقة كبيرة قوي مليانة او باثنين جنيه بتاص قشر كله زي ما هيديكي هيطلع حوالي معلقة كبيرة مليانة قوي او معلقتين يعني مش مليانين ممسوحين يعني دي بتعادل دي واقلبه كويس قوي في نص كباية من المياه انا مش عايزة مياه كتير عشاني بسهلة علي تدويبه حافظي على ايديك البسي جونتي انا خدت على كده البسي حاجة في ايديك اي كيس حتى لو كيس مطبخ وبعد كده رمي وحافظي على التنفس بتاعك الناس اللي التنفسها صعب او تعبانة سدرها بيتعب بسرعة يبعيدي خالص يعني ما بقاش في السنشاك متشميهوش وتشغلي شفات المبخ هيخرج اي ريحة وكل الحكاية احنا عاملين معلقة مش كمية كبيرة ياه وعندنا معادلة بتاس مع نشا مفوش اي خطور على الايد عشان حبيبي اللي بيسألوني هقلب بقى كده تقليبة تاني للنشا بالشكل ده علشان اضمن انها دايبة كويس وبعد كده هبتدي حط البتاس وكده تكون معي الجل بتاع الصبون اللي اساسي في اي نوع صبون اكبر الشركات مش عايزة اقول اسمها بتعمل الطريقة دي عشان تطلع تكسبون عشان تطلع مادة السيليكي عشان تطلع قوام الصبون اللي هي هتعمله يعني اساسي في اي منظفات ما كانش كده مش عايزة تحطي بتاس ولا تستعمليه خالص هسابلك ضمن قايمة التشغيل بتاعت الصبون والمنظفات هسابلك اللينك بتاع الفيديو هتعرفي ازاي تعملي صبون من غير بتاس بصابونة مبشورة عندك في المبخ عندنا الطريقة بالتفصيل الفيديو اللي قابلي ده بتاع الصبون على طول هتلاقيه في قايمة التشغيل وبقلب كويس جدا التكسبون او الجل اللي انا عملته للصبون بالشكل ده طبعا الكمية بتاعتك انت تقدر تزود زي ما انت عايزة بس انا عشان بعمله على طول وبقالوان مختلفة وعشان التصوير بتاع القناة بعملش كمية كبيرة بحيس ان انا اقدر كل يوم ابقى معاكو في الفيديو هين زي ما احنا شايفين كده بقلب كويس اوي اوي حبيبي دعموني باللايك والاشتراك في القناة قولوا لحبيبكو وصحابكو علي علشان القناة تكبر ان شاء الله يا حبيبي بيكو وشكرا على كل اللي باركلي على خمسين الف مشترك متشكرة جدا يا حبيبي انا بكبر بيكم انتو انتو السبب الفضل ده علي شكرا لكم بجد على كلامكو الجميل وعلى تشجعكم لي نكمل بقى الصابون بالشكل ده كده انا عملت خلاص الجل بخفه بقى بمية لغاية القوامل اللي انا عاوزين وزي ما انتو عارفين عني انا ما بحبش الصابون خفيف قوي انا بخفه عند الاستخدام وممكن كمان احط معلقة خل لما اجا استخدمه في الطبق الخاص بالصابون اللي بخصل منه المواعين او بصبب منه سيراميك او بتجازي او رخمتي شفاط الارضيات بتاعت الحمام ده مطاهر يا جماعة كمان مش بس الصابون عادي وكمان تقدر تديف عليه شوية ديتول لو تستخدميه للارضية بالشكل ده انا كده بدوبه لحد ما وصلت للخفية بتاعته كده ممتازة قوي محتاج بس شوية تقليب جاي جامد وبزمة قلب قلب كده جامد بالشكل ده بعد كده هبتدي حط الخميرة بتاعت السابون بتاعي ما هو كل صابون لازم يبقى له خميرة علشان تبقي عارفة انت هتشتغليه ايه لان الجل اللي معاك ده سابت هشتغلوا مثلا برسيل جل هشتغلوا صابون سايل بحط كل حاجه هحطها من الخميرة بتاعته انا حطيت كباية من الصابون السايل ربع كيلو ممكن تحط انت نص كيلو كمية بتاعتك انت كل ما هتزودي كل ما هيديك صابون كتير بالشكل ده ونقلب كويس تقليبة حلوة بقى وبزمة سهل جدا السابون يا جماعة وبعملهولكو بطرق مختلفة كل مرة طريقة مختلفة بحيث ان يبقى عندنا طرق كتير قوي وكلها جميلة وكلها بتنظف طبعا عايزة بقى ريحته حلوة يكتفي بريحة السابون اللي دفتيه او تقدار تحط اي ريح انت بتحبيها ممكن تحطي كمان ريحة اللمون مركزات اللمون بتباع عند بتاعي منظفات بتباع طحفة جدا بجند بس انا السابون بتاعي لونه وريحته حلوين اوي بس انا حطيت له حبة لون صغيرة للامانة يعني اصفر عشان يديني اللون الجميل ده برضو بيفرح وكمان عشان التصوير ان ما انت ممكن تكتفي من جير لون قانس تكتفي بلون الصابون اللي دفتيه اللي هو الخميرة بتاعت الصابون اللي انت عملت الجديد تمام كده نقول بقى سؤال الحلقة بتاعت النهاردة يا ستات يا شطورة بس يا ست الستان ما هي اطول الحيوانات عمرا ما هي اطول الحيوانات عمرا ايه اللي بتاعيش كتير اوي في الحيوانات شايفين بقى تركيز الصابون عامل ازاي بصوا انا حبيت اواروه لكم في طبق ابيض علشان ايه يباهم زي ما احنا شايفين كده الصابون جميل اوي يا جماعة بجد بفرح اوي لما بعمله انا تقريبا كده بشغله منه فيه ما بقيتش اشتري صابون من بره خالص يعني لو صابون انا عامله في القناة بشغله للصابون اللي بعته بضيف بس اللون عشان تصويري لازم يكون طبعا بلون عشان يزهر بالشكل ده حاجة كده تحفة من الاخر رغوة ونضافة روع يا جماعة روع وهجربهولكو كمان ووريكو الكوباية بقت عاملة ازاي نفس اجربهولكو في حاجة احسن من كده بس كانش عندي وقت الفيديو بيتول مني نفس اسمعكو صوت التزييق ازاي بتاعت الكوباية والطبق واي حاجة يا جماعة اي حاجة بس بس